تعطيل للموازنة هكذا يتهم الحزب الديمقراطي بسبب اعتراضه على تعديلات اللجنة المالية الخاصة بحصة الإقليم وتعطيله للموازنة فيما تعد أربيل هذه التعديلات التفافا على ورقة الاتفاق السياسي نتابع بحضورنا متكرر تدخل الخلافة الكردية الاتحادية كضيف ثقيل في المشهد السياسي لتعطل بذلك أهم القوانين المنتظرة وهو الموازنة المالية بعد أن تعرضت تعديلات اللجنة المالية النيابية مع رغبات الحزب الديمقراطي الكردستاني أوساط السياسية بيانت أهمية الوصول إلى حلول تنهي المشكلة الأزلية بين المركز والإقليم الموازنة معطلة لأسباب معينة نعرف أن الموازنة معطلة خلاف بين حكومة كردستان وحكومة الاتحادية بما يخص التخصيصات المالية، تصدير النفط، الثروات الطبيعية وهذه المشكلة هي أزلية في كل إقرار موازنة آخر اللمسات هي تبقى مشكلة كردستان أعتقد الحلول المنطقية لهذا الحل الجذري لهذه المشكلة هي إقرار قانون النفط والغاز حتى الأمور تسير بشكل صحيح خلافات ترى فيها قوى أربيل التفافاً على ورقة الاتفاق السياسي داخل تحالف إدارة الدولة قبيل تشكيل الحكومة والتي كانت الموازنة المالية أحد أركانه الأساسية بينما ترى أوساط سياسية النقيضة من ذلك كون التعديلات هي فنية فقط تنصب في صالح الشعب الكردي الاتفاق الذي حدث في إدارة الدولة هو اتفاق يشمل الموازنة كانت الموازنة أحد النقاط في الاتفاق لكن تعرفون أن مجلس النواب والنواب لديهم صلاحيات في تعديل القانون قانون الموازنة عندما أتى قانون الموازنة من الحكومة كانت الصيغة الحكومية لقانون الموازنة لكن بعد أن ناقشت اللجنة المالية البنود الخاصة بالموازنة تم تعديل بعض الفقرات وضمن مستجدات حراك الموازنة المالية والخلافات السياسية بشأنها تذهب الموطيات إلى إمكانية الرجوع عن التعديلات إذا ما أخذت السلطتان التنفيذية والتشريعية ضمانات من أربيل لتسليم المستحقات المالية إلى بغداد ومع تقلص المساحة التشريعية لفصل مجلس النواب ينتظر مشروع قانون الموازنة المالية إرادة سياسية لتمريره بعد أشهر طويلة من التعطيل مصطفو علوش الرابع بغداد